موسيقى إذن أرحب بكم في حلقاتنا لليوم فالري زيبالا وجوشوا ليندس معنا من أوكلهوما أريد البدء بالحديث عن اختيار وتشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة لقد رأينا الأسماء التي تم الإعلان عنها على ما يبدو أن هوية الحكومة التي ستحكم البلاد للسنوات الأربع القادمة بدأت تتوضح أريد أن أبدأ معك فالري كيف ستكون السياسة الخارجية الأمريكية تحت إدارة دونالد ترومب برأيك أعلم أن هذا ما زال لغزا برأي الكثيرين لكن ما هي توقعاتك الخاصة حول هذا الموضوع؟ نعم إنه لغز ما زال هناك العديد من إشارات الاستفهام خاصة حول من سيختار لمنصب وزير الخارجية الذي سيكون له تأثير على السياسة الخارجية لكن على الأقل بخصوص سوريا هي من المواضيع القليلة التي وضح فيها الرئيس المنتخب أنه سيعمل بالتنسيق مع روسيا على الرغم من أني لا أعتقد أنه سيتدخل بنفس طريقة التي تفعلها روسيا في سوريا لكن أكثر لإعطاء روسيا الصلاحية لتستمر بالخط الذي تسير به ما هو رأيك سيد لاندس؟ كيف تقرأها؟ لأنه ما زال هناك إشارات استفهام حول سياسته الخارجية خاصة حول سوريا حين كان يتحدث مع صحيفة النيويورك تايمز طلب منهم عدم تسجيل المحادثة الخاصة بموضوع سوريا هذا صحيح كما ألقى تصريحات متضاربة حول سوريا عام 2011 قال إنه على الولايات المتحدة أن تقضي على الجيش السوري والأسد لأنه ديكتاتور وحشي وأن هذا أمر سهل التنفيذ بعد ترشحي للانتخابات غير رأيه تماما لا أعرف السبب لكنه كان يهاجم سياسة هيلاري كلينتون في ليبيا ووصفها بالسياسة الغبية التي خلقت الفوضى ونشرت التطرف عبر ليبيا وقال إن تغيير النظام هناك كان فكرة سيئة وخلق جدال حول أن تغيير الأنظمة هو قرار غير سليم وأضاف أن العراق أصبحت مأوى للجهاديين وأننا كنا ندخل حروب غبية هذه كانت تصريحاته علينا أن نشجع الاستقرار وهذا يعني ديكتاتوريات في الشرق الأوسط والاستغناء عن سياسات التشجيع على الديمقراطية وتغيير الأنظمة التي كان يعتمدها كلا من الرئيس بوش وأوباما كما تحدث عن روسيا لكن أعتقد أنه سيكون من الصعب عليه العمل مع روسيا لأن الأشخاص الذي حاوط نفسه بهم نوعا ما معادين لروسيا كما أنهم معادين لإيران مثل من؟ من هو الشخص الذي تعنيه؟ لأن استراتيجية مايكل فلين ليست معادية لروسيا حتى أنه حضر عدة مناسبات مع روسيا أو روسيا وكان ضيفا في محطة روسيا اليوم الروسية الداعمة لبوتين هذا صحيح لكن الظهور على محطة روسيا اليوم لا يعني أنك تدعم روسيا هذا يعني أنك تظهر على محطة ما أعني أننا جميعا نظهر على عدة محطات مثلا أنا لا أعلم من تؤيد أو تعارضي لكني سعيد بظهوري بمحطتك الإخبارية لكنه معارض جدا لإيران ويتكلم بقسوة ضد إيران وما تسمث له أيضا وبشكل عام هناك رأي عام معادل إيران بين المسؤولين الذين تم تعيينهم حتى اليوم هذا يعني أن جميعهم يريدون كبح إيران وأنهم يروا إيران كلاعب سيء في المنطقة وأنها تريد نشر نفوذها وأنهم لا يريدون أن تتحجم المملكة العربية السعودية أكثر من اللازم لأنهم يروا أن علينا أن ندعم حلفاءنا التقليديين مثل المملكة السعودية ضد إيران لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة تنتهج سياسة عسكرية مؤيدة لإيران لأننا نساعد الميليشيات الشيعية العراقية التي تدربها وتدعمها إيران بأن تستولي على العراق بأكمله كما أننا نساعد الأسد بالطبع في إعادة استعادة سلطته في سوريا لأننا لا ندعم الثوار بالشكل المطلوب لقد تخلينا عنهم لأنهم كانوا مقسمين جدا كما أننا نقوم بقصف داعش وهذا أزاح قسم كبير من المسؤولية عن الأسد وفي النهاية الأسد هو المستفيد الحقيقي من إضعاف داعش لأنه يملك أكبر جيش على الأرض وسوف يستطيع استعادة بعض الأراضي التي تسيطر عليها داعش إذا لم نقل جميعها لذا لا أتوقع من خلال التكهنات لا أعتقد أن ترامب يريد تدخل في سوريا لكنه يريد أن يسمح لروسيا أن تكون القوى المسيطرة عليها وهذا ينطبق على أوباما أيضا لذا لن يتغير شيء في الواقع لأن روسيا كانت القوى المسيطرة على سوريا منذ وقع الاتفاقية عام 1956 أيضا منذ عام 1948 عندما وقعت الولايات المتحدة مع إسرائيل ضد سوريا بعد حرب 1945 نعم لكنك ذكرت موضوع الاختلاف حول إيران بينما إيران موجودة على الأرض في سوريا الآن مع العديد من الميليشيات الشيعية الأخرى وحزب الله مرتزقة من العراق وفغانستان وهناك تدفق هائل من العديد من البلدان السؤال لك فالري كيف تتوقعين أن يكون الفرق بين أوباما وترامب بخصوص سياسة التعامل مع إيران وتأثيرها على ما يحدث في سوريا والمنطقة نعم هذا سؤال مثير للاهتمام أعتقد أن الإدارة السابقة والحالية حاولت أن تخلق انقساما كاذبا حول سياستها اتجاه إيران بطريقة ما لا تريد الاعتراف بدور إيران في سوريا السياسة حول سوريا احتلت مكانا أقل هامية بعد الاتفاق النووي الإيراني وأنا أرى أنه سيستمر بطريقة ما لأنني أتفق مع البروفيسور لانتز حول نقطة أن ترامب قد لا يريد التدخل بالموضوع السوري بطريقة عسكرية وهذا قد يعني عدم التصدي للقدرات الإيرانية في سوريا التي لم تعد مرئية جدا بالمقارنة مع روسيا حيث أصبحت القوات الجوية الروسية أكثر تورطا على ما أعتقد بشكل أكثر عمقا بمكان إنهم يبنون قاعدة دائمة لهم لا أعتقد أن إيران قد حصلت على هذه الصلاحيات أبدا من قبل لا أعتقد أن إيران قد حصلت على هذه الصلاحيات أبدا من قبل أصبحوا راسخين بأماكن لا أتخيل أن ترامب يريد أن يدخلها نعم لكن كيف يتوافق هذا الشيء مع الأشخاص الذين اختارهم لإدارته بالعودة لك سيد لاندس باختياره أشخاص معاديين لإيران وتصريحات شخصية له مضادة للنظام الإيراني وتأثيره في المنطقة والاتفاق النووي ماذا يجب على ترامب أن يفعل ليوفي بوعوده وكل مستشاريه بما فيهم مايكل فلين معاديين جدا لإيران نعم هذا صحيح في الحقيقة لا أعتقد أنه سيفعل الكثير في البداية قلنا أنه سيعمل على إلغاء الاتفاق الإيراني والآن تراجع عن هذا القرار وقال أنه سوف يعيد التفاوض عليه العديد من المقربين منه يقولون أن الاتفاق الإيراني جيد جدا للولايات المتحدة لأنه يضمن عدم دخول الحرب أو قصف إيران للسنوات الخمسة عشر القادمة على الأقل ولا أعتقد أن ترامب يريد ضرب إيران لأن يداه ستكونان مشغولتان بالصين لأنه من الآن وضع الصين في طليعة سياساته الخارجية عندما استقبل مكالمة رئيس تايوان ودخل بمنواشات معها ترامب حذر جدا بالحديث حول ما يريد فعله في الشرق الأوسط أعتقد أنه سيجمع فريقه معا ويحصل على بعض النصائح لذا أظن أن علينا الانتظار حدسي يقول أن سوريا والعراق لا يملكون الكثير من المال والأهمية الجيوستراتيجية لإعطاء الولايات المتحدة من الذين نحميهم هناك؟ نحن نحم إسرائيل لا شك حول هذا الموضوع والمملكة العربية السعودية هؤلاء هم حلفاؤنا الأهم في الشرق الأوسط طبعا تركيا حليفتنا لكنها قادرة على الاهتمام بشؤونها كما أننا نقلق على الأردن ولبنان من تدفق اللاجئين لكن أي محاولة للدخول بحرب مجددا في سوريا ستؤدي بكل تأكيد للمزيد من اللاجئين وإذا كان هناك سلام في سوريا سيعود اللاجئون لديارهم وهذه هي المشكلة بالنسبة للثوار السوريين لأنه من الواضح أن موقف الاتحاد الأوروبي بدأ يتغير بشكل كبير وأنهم أدركوا أن الأسد باق ليسهم فقط بل الجميع تركيا والولايات المتحدة تسير في هذا الاتجاه أيضا حتى وزير الدفاع السابق جون جيتس قال من الواضح أن الأسد باق وأن روسيا تريده أن يبقى والولايات المتحدة لن تغير هذا الشيء إذن هذه هي الفكرة التي بدأ يفسح العالم أجمع عنها أعتقد أنهم أدركوها منذ مدة لكن لم يرد أحد منهم أن يكون أول من يقولها والآن الجميع يرددها سوف يقفوا ويديهم في جيوبهم وهم يشاهدون الأسد يعيد احتلال بلاده مرة أخرى لا أرى أنهم سيتدخلون بشكل أعمق في سوريا في الوقت الحالي عندما يخسر الثوار يصبحون إسلاميين أكثر لأن الأسد يستهدف المعارضة المعتدلة المدعومة من الولايات المتحدة في إدلب جبهة النصرة موجودة في جهة وداعش بالجهة الأخرى وفي النهاية سيقول الجنرالات المتشددون المحيطون بترامب لندع روسيا تقتلهم وهذه مشكلة بالنسبة للثوار السوريين والنشطاء السنة المعارضين الذين كانوا يأملون أن نكون بجانبهم لكن هذا شيء صعب الحدوث في الوقت الحالي فالري هل تعتقدين بأنه بصرف النظر إن كان اليمين المتطرف هو من يحكم أو أي طرف آخر أن يبرر لمجرم حرب لديه سجل موثوق وموثق لآلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية وأن يتركوه في السلطة كما هو والتغاضي عن جرائمه تماما حتى وأن كانت موثقة أكثر من المحرقة النازية ورواندا والبوسنى هل هو أمر قابل للحدوث برأيك؟ طبعا بكل أسف هو أمر قابل للحدوث أعتقد أن السنوات الخمس الماضية والوضع الحالي في حلب يبين بوضوح عدم وجود أي جهة خارجية أو منظمة عالمية رغبة بالتدخل لوقف الأعمال الوحشية أعتقد أن أكثر فعل ممكن أن نأمل به هو إجراء المزيد من العقوبات قام الكونغرس بتمرير قانون حماية المدنيين سيزر الذي يسمح للحكومة الأمريكية بإضافة عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران الداعمين للأسد لكن في نهاية الأمر لم يتم إقرار القانون بشكل رسمي وللأسف أن أكثر ما يمكن أن نتوقعه من الجمعيات الدولية هو محاكمات ضد جرائم الحرب حتى وإن كانت واضحة بشكل غير قابل للشك حسناً لينتقل بالحديث عن تركيا ودورها في المنطقة هم يتحدثون الآن حول إيجاد حل سياسي في سوريا كما يستمرون في تسميته لكن هل يمكن أن يكون هناك حل سياسي وكيف سيكون شكل الحل السياسي الذي تتحدث عنه روسيا اليوم بعيداً عن إيران وبعيداً عن الأسد روسيا طرحت حل سياسي محدد لشركاء آخرين في المنطقة مثل تركيا ستوجه إليك السيد لاندس ماذا تتخيل أن يكون الحل السياسي الذي تتكلم عنه روسيا مع تركيا وغيرها من دول المنطقة اليوم في الحقيقة أتوقع أن روسيا ترى أن الأسد يجب أن يحكم كامل سوريا لأنه يمثل الحكومة الشرعية الوحيدة هذا ما صرحت به روسيا وهذا ما قاله بوتين عدة مرات وكرره في خطبته الطويلة عن سوريا في مجلس الأمن ووصف الثوار بالمتمردين وأنهم إرهابيين من الأساس ويتم تمويلهم بشكل غير قانوني من قوات خارجية وأن مجلس الأمن ما زال يعترف بحكومة الأسد على أنها حكومة شرعية وكل هذه الأمور التقليدية لذلك أعتقد أنه سيقف إلى جانب الأسد حتى يستعيد سيطرته على بقية البلد لكن تركيا وبكل وضوح لا تقبل بهذا الطرح تركيا؟ لا نعلم ما الذي ستقوم تركيا بفعله تركيا حشرت نفسها في بقعة صغيرة في شمال سوريا خوفا من إقامة الأكراد لدولة خاصة بهم على الحدود الجنوبية لتركيا الآن إذا قام الأسد في حال استعاد حلب بالانتقال لمواجهة تركيا في منطقة الباب واستمر بالهجوم هل ستقوم تركيا بدخول معركة مع الأسد وروسيا؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي يجب أن تسأله اليوم أم ستقوم تركيا بدخول مفاوضات على أن تقوم سوريا بمنع الأكراد من تأسيز هذه الدولة مقابل أن يستعيد الأسد مناطقه؟ من الصعب جدا على تركيا أن تحتفظ بهذه الأماكن وأن تبقي وجودا عسكريا لها داخل سوريا للأبد لكن تركيا تتعاون اليوم مع روسيا حتى أن وزير الخارجية التركي قد صرح من موسكو بأنه سيكون هناك حل سياسي قريب في سوريا ماذا سيعني موافقة تركيا على حل سياسي في سوريا؟ ما الذي سيعني وجود حل سياسي في سوريا؟ ماذا الذي تحدثت عنه تركيا وروسيا على ما يبدو أن الطرفين على اتفاق حتى وأن كان ما زال غامضا ما سيترتب عليه هذا الاتفاق؟ بصراحة أعتقد أنه إذا أردنا أن نكون واقعيين وواضحين حيال ما يجري في الوقت الحالي في سوريا الحل السياسي وأفضل بكثير من الحل العسكري أو من عدم القيام بأي فعل تركيا وروسيا والولايات المتحدة قوة مختلفة تتحدث عن الحل السياسي الذي يعنيه هذا الكلام في الواقع هو عدم القيام بأي فعل هناك المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة حول كيفية التفاوض على الحل السياسي روسيا تستخدمها لاستغلال الوقت والاستمرار في دعم حكومة الأسد وتحالف الأسد الذي في الحقيقة ليس جيش الأسد بل هناك مئات الآلاف من مقاتلي الميليشيات الأجانب والعديد من الجيوش الغير نظامية الموجودة في سوريا تحارب من أجل الدفاع عن الجيش السوري وفي النهاية لن يكون هناك حل سياسي إلا عند تحقيقهم الانتصار العسكري أعتقد أن هذا هو الطريق الذي ستسير به الأمور إذن نفترض بأن ما تقولونه صحيح وربحه عسكريا إذن ما هو الحل السياسي الذي سيكون في ذلك الوقت أنهم يتحدثون عن حل سياسي بعد انتصار عسكري أعتقد أننا نملك أمثلة عن هذا الكلام على المستوى المحلي إذا نظرنا إلى المناطق المحاصرة التي استسلمت للحكومة السورية والذي شهدنا حدوثه في هذه الأماكن كان ترحيلا جماعيا للجميع فيما بينهم المقاتلين وعائلاتهم ناشطين إعلاميين أعضاء المجالس المحلية هناك لدينا مشروع اسمه مراقبة الحصار حيث نقوم بمقابلة الناس على الأرض بعد هذه التهجيرات القسرية اتصالاتنا أصبحت أكثر صعوبة وبحاجة لإعادة تأسيس لأنه لم يتم ترحيل المقاتلين فقط بل كانت الحكومة تحاول أن إلى حد ما عادت هذه المدن لحاجز الخوف الذي خرجت منه سوريا بشكل جزئي في 2011 أعتقد أنه بالنسبة للكثيرين عادت هذه المناطق إلى حياتها بشكلها الطبيعي لكن مع وجود حاجز الخوف الكثير من الأشخاص يتمنون عودتها خاصة الرجال الذين يقدمون الكثير من الأعذار مثل الخدمة العسكرية على الرغم من أنهم في النهاية قد يختفون بشكل قصري ربما عندها يعود الوضع للانتكاس بالنسبة لإعداد هائل من السكان لذا أعتقد أن هذا هو الحل السياسي الذي يتحدث عنه نظام الأسد وحلفائه صرح ليبرمن وزير الخارجية الإسرائيلي أن الحل الوحيد للعراق وسوريا في هذه المرحلة هو رسم خارطة جديدة للمنطقة كيف يمكن أن يكون شكل هكذا خارطة مع أن سوريا هي بلد من أغلبية سنية ساحقة كيف تتخيل هذا الوضع سيد لاندس رسم خارطة جديدة كما قال ليبرمن لا أعتقد أنه سيكون هناك خارطة جديدة لو أنهم أرادوا رسم خارطة جديدة في سوريا لفعلوا هذا منذ وقت طويل الحل الذي حصل في يغوسلافيا كان دائما حاضرا في ذهن الناس منذ بدأت المظاهرات بدأ الناس بالحديث عن تطبيق الحل اليغوسلافي سوريا وهو تقسيم سوريا إلى دولات قومية وطائفية لكن في الحقيقة لا أحد يريد حدوث هذا حكام الشرق الأوسط معارضنا لها والأغلبية الساحقة للشعب السوري يرفضون أي فكرة لتقسيم سوريا رفضا قاطعا يريدون سوريا موحدة طبعا لا يريدون أن يستمر الأسد في الحكم والثوار كذلك لكنهم لم يريدوا أن يقسموها أبدا لذا العالم كان معارض لفكرة التقسيم ووقف بطريقة ما بقوة لصالح المحافظة على الحدود وهذا ما كانت تريد الولايات المتحدة فعله في العراق حين اقترح بايدن نائب الرئيس وغيره منذ بدايات الحرب في العراق تقسيم العراق لمناطق شيعية وسنية وأكراد لكن الولايات المتحدة رفضت وقالت لا نحن نريد أن نحافظ على عراق موحد وقد رأينا ضغط هائل على الأكراد يقول حتى ولو بشكل ظاهري إنهم جزء من العراق وآن أن يتصرفوا بشكل جيد وأن لا يجروا تغييرات جذرية إذن هذا سيكون العامل لا أعتقد أن إسرائيل والأردن يملكون القدرة على تشكيل أقاليم مستقلة ومحمية قد يستطيعون فعل هذه لوقت قصير من الزمن لأنهم يملكون القوة بينما الأسد ضعيف لكن في النهاية أعتقد أن الأسد سوف يسترجع هذه المقاطعات القريبة من حدود الأردن والجولان لأنهم سيقضون وقتا عصيبا في مواجهته لذا لا أعتقد لو كان هناك حدود جديدة لحدث ذلك من قبل داعش قامت بإعادة رسم الحدود ورسمت دولة سنية عملاقة من بغداد وصولا لحلب لكن العالم لم يعجب بها قاموا بتقسيمها الاثنين وسوف يعيدوا رسم هذه الحدود أعتقد أنه سيكون هناك إقليم كردي في سوريا لكنه لن يكون مستقل لأن السوريين رفضوا هذا الموضوع وتركيا معارضة له بشدة وهذا سيجبر الأكراد على العودة لحضن الأسد بدرجة ما لأن الطرفين معارضين فكرة حصولهم على حكم ذاتي الأسد معارض لها أيضا لكنه سوف يعمل مع الأكراد وهذا سيكون جزءا من التسوية السياسية والجزء الآخر سوف يكون كيف يستطيع استعادة الأقاليم الأخرى لسيطرة الأسد وأي من قادة الميليشيات سوف يأتي للمؤازرة وكيف كما وصفت فالري منذ قليل في المناطق المحاصرة الأخرى يقومون بفصل الأشخاص الذين يريدون الذهاب لمناطق سيطرة الثوار بينما الأشخاص الآخرين الذين يريدون الذهاب لمناطق سيطرة النظام عليهم أن يتخذوا مخاطرة والمخاطرة في هذه الحالة كبيرة جدا كما نعلم وهذا ما يحصل داخل حدود سوريا وما نراه في حلب الآن هناك الكثير من الناس داخل مناطق سيطرة النظام في حلب وينتظرون أن يتم إعادة دمجهم لكن هذا يحمل مخاطر كبيرة أنا متأكد أن العديد من الثوار يحاولون أن يموه أنفسهم مع المدنيين مع أشخاص على الأرجح أبرياء جدا وسوف يجلسون جانبا ويتموا دمجهم بعضهم سينجوا من العقاب وبعضهم لا لسوء الحظ أن العدل غير موجود كثيرا في سوريا الآن لا أظن أحد الطرفين أخذ السجناء كشاهد حرب لا أعتقد أن الثوار قد احتجزوا أحد لوقت طويل ولا حتى النظام إن توقف عند هذه النقطة بكل وضوح أنا أحب تسمية الأشياء بمسمياتها سيد لاندس منذ بدء الثورة السورية وأنت تصفها بأنها حرب أهلية وليست ثورة وبأن سببها هو تركيا والمملكة العربية السعودية وأنهم يدعمون الثوار وهنا صلب المشكلة برأيك وقلت أنه بطريقة مع الثوار يعاملون السجناء بشكل مماثل للأسد الذي قام بذبح مئات الآلاف من الأبرياء من بينهم الأطفال وتركهم ليموتوا ببطء في السجون كما حرمهم من الطعام ولا أعتقد بأن هذا تقييم عادل فاليري أنت تعلمين ما يحصل على الأرض وقدمت تقارير حول هذا الموضوع هل هناك تشابه فعلا برأيك ومالذي يحدث لست جناء عادة إذا ما دخلوا سجون نظام الأسد طبعا بكل وضوح إنها مقارنة سخيفة جدا قامت الدولة بتوجيه حملات إرهابية لا أستطيع تذكر الأرقام في هذه اللحظة لكنها تقريبا بين مئة ومئتي ألف هو تقدير لعدد الأشخاص الموجودين داخل معتقلات النظام ونحن على يقين أنه تم قتل العديد منهم أعتقد أن منظمة العفو الدولية قامت بعمل رائع بعادة هيكلة بعض السيناريوهات التي قد تكون حدثت للمعتقلين داخل السجون مبنية على شهادات الناجين لكن معظم الحالات كانت تحتوي على تعذيب مروع أشخاص مما تم إطلاق صراحهم خرجوا بهذه الروايات ومعظمهم هؤلاء الأشخاص لم يكونوا من المسلحين في الحقيقة خلال الصراع خاصة في البدايات وثقنا الكثير من حوادث إطلاق صراح المسلحين مقابل تسليم الأشخاص الذين يشكلون الخطر الأكبر بالنسبة للحكومة وهم المطالبين بالحرية والديمقراطية وحتى هذا اليوم الأشخاص الذين يقولون لي باستمرار بأنهم يرغون بالعودة لديارهم لكنهم لا يستطيعون هم الناشطون الإعلاميون جميعهم من الرجال نعم في الحساب النهائي نرى أنها حملة واسعة ومنظمة من الاعتقالات والاختفاءات القسرية لكن هذا ليس ما شهدناه من قوات المعارضة أعني أنهم لم يكونوا بالحكومة من قبل أو في الجيش ولا يملكون القدرة ولا يملكون نفس العدد من السجون طبعا شهدنا حالات عديدة عبر البلاد معتمدة على مدة صلاحية السلطات التي تملكها القوات المعارضة طبعا بعضهم يملكوا سجونا وبعضهم متورط بقصص تعذيب مثل داعش التي نعلم أنها تدير شبكتها الخاصة بالتعذيب نعم داعش جهة مختلفة ولا تنتمي للمعارضة بأي طريقة ما هو ردك على هذا الكلام سيد لاندس أنا أتفق مع كل كلمة قالتها فالري نظام الأسد متوحش جدا وأي شخص يحاول إنكار هذا الموضوع يكون كلامه من وحي الخيال الذي كنت أحاول أن أشرحه هو أن ما يحدث هو عملية وحشية ومن المؤكد أن المعتقلين أو الثوار الذين يحاولون العودة مذعورين جدا لأنهم اتخذوا مخاطرة كبيرة بأن يتم التعامل معهم بوحشية أن يتم قتلهم وتعذيبهم أو تشويههم لهذا السبب هم يقاتلون بشدة في أماكن مثل حلب هذا أصبح واقع سوريا وواقع العراق ولسوء الحظ سوف تستمر الأمور على هذا النحو لن تتحسن الأوضاع بالنسبة للثوار المقاتلين بأي وقت قريب لكن عندما يكون لديك نصائح للإدارة عادة تكون على نفس الخط أن تحدث عن الوقت الحالي الذي لم يعود يتبقى فيه وقت لإدارة أوباما ولكن بشكل عام أنت تقول أوقف دعم الثوار لأن الحل برأيك هو إبقاء الأسد فالسلطة مع العلم بأنه ارتكب ولا يزال يرتكب جرائم الحرب المروعة والوحشية وجرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ حوالي ثلاثة أعوام كنت ضيفا في برنامج فريد زكريا وقلت فيه إن تقسيم سوريا هو حل جيد وهذا كان من أجل أن يتم إصدار قانون يعترف أن هناك دولة سنية تمتد من بغداد على طول الطريق وصولا لحلب تم تأسيسها من قبل داعش ماذا عن ديماشق؟ نسبة السنة في ديماشق أكثر من ثمانين في المائة لماذا هذا لا يضم ديماشق إذن؟ قد يستطيعون ضم ديماشق في حال استطاعوا إيجاد جيش قادر على أخذها من الأسد المشكلة هي أن هؤلاء الموجودين مع التحالف أحدهم كان يحاول الحصول على هدنة وقف إطلاق النار لإيقاف القتل في سوريا حتى يستطيع الناس رؤية الخطوط الداخلية القائمة التي كانت هناك ومحاولة استخراج شيء منها يمكننا إعادة ترتيب سوريا بمئات ملايين الطرق وأنا متأكد أن الجميع فكر في هذا الموضوع الفكرة الرئيسية كانت أنني لم أطالب أن يستمر الأسد بحكم كامل لسوريا للأبد ولم أطالب الحكومة الشيعية المدعومة من الولايات المتحدة في بغداد بسحق كل السنة الموجودين في محافظة الأنبار يمكنك أن تنظر إلى الخريطة وأن ترى دولة داعش التي قامت بتأسيسها بين ليلة وضحاها تقريبا دون أي مقاومة من السنة وأن تقول ربما هم لا يريدون أن يعيشوا تحت حكم بغداد ودمشق والقول دعهم يحصلون على دولتهم الخاصة العالم لن يقبل بأن تحكمه داعش وهذه كانت مشكلة أساسية لو كان عكس ذلك لكانوا قابلوا به والمشكلة الأساسية الأخرى مع داعش التي ما زلنا نشهدها حتى اليوم هي أن الأسد وروسيا يدعمون داعش على سبيل المثال في منطقة الباب كانت الطائرات الروسية والسورية تقصف قوات المعارضة التي تحارب لاستعادة منطقة الباب من داعش لذا عند الحديث عن داعش علينا ذكر الأسباب التي ساعدت وما زالت تساعد على وجودها واستمرارها لست متأكدة إذا كانت فالري تريد التعليق على هذا الموضوع نعم بكل تأكيد أعتقد أنه في بداية الصراع لا أستطيع التحدث كثيرا من تحليلات الشخصية عن الديناميكية الحركية في بعض الأماكن في الوقت الحالي لأني لم أقم بدراسة جديدة لهم لكني أجريت تقييما في عمل السابق في ديناميكية المعارك كانت تقييم دليلا على وجود تعاون واحد على الأقل فيما بينهم على أحد المهام طبعا هذا لا يعني أن الأسد هو داعش أو البغدادي هو يدعمهم بطريقة المافيا الإجرامية التي تضع مجموعات مختلفة لتلعب ضد بعضها البعض أعتقد أن الحكومة السورية أعطت اهتماما كبيرا الذين صدقوا خطاب أنهم يحاربون التطرف لكن مصلحتهم بتقوية الإرهاب داخل سوريا الذي أصبح إلى حد كبير انتدادا لداعش ضد المعارضة المعتدلة وضد المدنيين وهذا أضفى شرعية على هذه الحرب لقد شهدنا هذا دون شك في هجوم داعش على دير الزور كان هذا أمرا شاهدا عن كثبه وتحليق نوع من الطائرات الحربية التابعة للجيش السوري على نحو قريب من الأحياء التي كانت تدخلها داعش لتقوم بقصفها قبل دخول داعش للمدينة إذن قاموا بتأمين غطاء جوي لمساعدة داعش؟ نعم بمعنى أنهم كانوا يحاولون مهاجمة جميع الناشطين المدنيين والمعارضة المعتدلة بما يناسب رؤية الحكومة السورية لكن بعدها في المستقبل سوف يقوم النظام بالتخلص من داعش لا أعتقد أنهم يريدون أن تقوم داعش بحكم سوريا لكن على المدى القصير فهم بمثابة كبش فداء بالنسبة لهم تماما مثل روسيا إذا نظرنا إلى المناطق المحاصرة داعش ليست موجودة هناك باستثناء اليرموك والحجر الأسود وهي مناطق في جنوب دمشق لم يتم مهاجمتها على الإطلاق من قبل قوات النظام منذ أكثر من سنة فاصل قصير ونعود معكم مشاهدين أبقوا معنا نعود معكم مشاهدين ومع حلقتنا لليوم من برنامج في المحور ضيوفنا معنا في الاستوديو بالري سيبالا مديرة مؤسسة سوريا للدراسات الاستراتيجية وينضم إلينا من ولاية أوكلهومة راشوة لاندس رئيس قسم دراسات أشرق الأوسط في جامعة أوكلهومة ما هو تعليقك على تشبيه فالري لتاريخ العلاقة بين الأسد وداعش كما أريد أن أعلق على أن روسيا والأسد يقومون بقاصف المناطق التي تتم فيها محاربة داعش من قبل الجرش الحر والقوات التركية ونحن نتحدث عن أحداث حدثت مؤخرا وما زالت تحدث الآن كما تعلمي العديد من الأشخاص يجادلون أن الأسد هو من خلق داعش لقد أطلق الأسد سراح العديد من الإسلاميين الذين كانوا معتقلين في سجونه هذا أمر لا شك فيه لماذا فعل ذلك؟ هذا سؤال مهم جدا لقد طلب منه كوفي عنان أن يطلق سراح المعتقلين السياسيين هذا ما طلبه به العديد من دول العالم والعديد من هؤلاء الإسلاميين كانوا معتقلين سياسيين فأطلق سراحهم جميعا تقريبا جميع قيادات أحرار الشام كانوا من الذين أطلق سراحهم من سجونه وعلوش قائد جيش الإسلام وغيرهم ممن كانوا داخل السجون وهذا نمط نراه في جميع بلاد الشرق الأوسط الولايات المتحدة أطلقت سراح الآلاف من المعتقلين الذين كانوا لديها في البوكا نرى قادة داعش لكن هذا مختلف تماما لا أريد مقارنة الغرب والولايات المتحدة مع ما يقوم به النظام الأسد وروسيا في سوريا اليوم انظري إلى معظم معتقلين في السجون جوانتانامو اثنين من المغاربات دخلوا سوريا مع الميليشيات الأجنبية وقاتلوا أكثر من مئتي سوري وهؤلاء الاثنين كانوا داخل معتقل جوانتانامو ونحن نعلم أنهم مجاهدون هل قامت الولايات المتحدة بإطلاق سراحهم عن قصد؟ لا في الحقيقة لا أعتقد أن هذا ما أرادوه لكنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بكل هؤلاء السجناء أرادوا التخلص منهم على الرغم من معرفتهم أن هناك احتمال عالي جدا أنهم سوف ينضموا للاحتياط أنا متأكد تماما أن الأسد أسوأ من الولايات المتحدة دون شك هو أسوأ منها بكثير لكن العديد من السجناء الذين أطلق سراحهم لم ينضموا لداعش بل قاتلوا داعش بشكل عنيف لا أعتقد أنه كان يعلم ماذا سيحدث مع هؤلاء المعتقلين الذين أفرج عنهم ماذا عن الآن؟ لماذا يقوم الأسد بقصف الجيش الحر والقوات التركية الذين يحاربون ويطردون داعش من الباب الآن؟ الآن في هذا الوقت لأنهم استراتيجيا يشكلون عليه خطرا أكبر بكثير من داعش إذا وضعت نفسك مكان الأسد سوف ترين أن خطته منطقية الولايات المتحدة تقصف داعش إذن لماذا عليه أن يضحي بحياة العديد من أفراد الجيش السوري في قتال داعش عندما تكون الولايات المتحدة تقاتلهم من أجله؟ عليه أن يقاتل الثوار الذين تقوم تركيا والولايات المتحدة والسعودية بتسليحهم هؤلاء هم الخطر الأكبر عليه عليه أن يحاربهم ويخرجهم خارج الأراضي السورية ويستعيد سيطرته عليها حينها سوف يستطيع الالتفات لمحاربة داعش التي قامت الولايات المتحدة بتحديدها عبر قتلهم واحدا تلو الآخر العالم أجمع والعراق وغيرها يعتمد على الولايات المتحدة في القضاء على داعش نحن نتحدث عن النظام الذي مول وسلح ودرب القاعدة في العراق والتي قاتلت الآلاف من جنود الأمريكيين والعراقيين المدنيين هل تتوقع منهم أن ينقلبوا ضد داعش وأن يدافعوا عن الثوار هل هذا شيء قابل للتصديق في واشنطن السؤال لك فالري هل تعتقدين بأن هذه الفكرة قابلة للتصديق في واشنطن حتى تحت إدارة ترامب أن يكون الأسد هو الطرف الذي سيقضي على داعش على رغم معرفتنا بموضيه بوجود التقارير التي تستمر بالصدور والتي تؤكد على تمويل وتسليح النظامين الإيراني والسوري للقاعدة نعم هذا صحيح وموثق بشكل جيد وقد تم إصدار وتسريب الكثير منها في المراسلات الأمريكية حول ماضي نظام الأسد باستخدام المقاتلين الجهاديين كسلاح ضد أعدائه شخصيا عندما أنظر إليهم لا أرى أي سيناريو على المدى القريب عندما انقلبت الحكومة السورية ضد داعش أو ضد حلفائها لأنه من الصعب أن نتخيل حتى خلال كل هذه الاستسلامات القصرية في أماكن عديدة مثل الوعر في حمص ومضايا وما زال هناك حظر الانهيار في حلب ومن الصعب أن نتخيل أنهم قادرين على استعادة السيطرة على سوريا بوجود كل هذا العنف الموجود العنف المرتبط بداعش الموجود في البلد لأن هناك الكثير من الأشخاص الآن لا يملكون مستقبلا في ظل حكم الأسد لذا من الصعب أن أتخيل إيجاد حل نهائي في حال تم إسكات جميع أشكال العنف الأخرى لمرحلة أن تصبح داعش هي التهديد الوحيد أعتقد أنهم سيكونون دائما أداة فعالة في خدمة النظام السوري لمحاولة منع وجود حراك ديمقراطي آخر كالذي كان موجودا في 2011 لكن سوريا في السنوات الخمسة الماضية لم تفعل أي شيء سوى تحديد التوقعات فيما الذي من الممكن أن يحصل لذلك من الصعب أن نكون متأكدين تماما لكن ما هو تعليقك على ما يقوله البعض هنا بأن روسيا والأسد يحاولون وضع عقبات في وجه الولايات المتحدة وغيرها من الدول الذين يحاولون القضاء على داعش في سوريا القضاء على داعش هو واحدة من أهم الأولويات لدى ترامب في الوقت الحالي لكن روسيا والأسد لا يريدون ذلك لأن هذا سيوجه الأنظار إلى جرائمهم بينما وجود داعش يمثل الوجه المتوحش الذي يريد العالم محاربته وليضع الأسد في الظل بينما يكون التركيز على داعش هذا رأي العديد من الخبراء هنا ما هو رأيك بهذا الكلام السيد لاندس؟ لا أراها بهذه الطريقة أعتقد أن الأسد سوف يكون سعيدا جدا باستعادة السيطرة على بلاده لقد صرح أن هذا ما يريده وعلى ما يبدو هذا ما يحاول فعله لقد قام بمحاربة داعش بعدة أماكن لكن بالطبع هو لم يحتاج التركيز على حربه مع داعش لأن الولايات المتحدة تقوم بمحاربتها لو أن داعش حاولت احتلال دمشق ومن المؤكد أنها ستفعل هذا بمرحلة ما عندها سيكون عليه مقاتلتها بشراسة لكن هذا لم يحصل بعد لذا هي ليست مشكلته الأولى حاليا ربما يراها تشكل خطرا في تدمر ومناطق المعارك الأخرى وإذا ذهب لاستعادة الباب ستكون داعش مشكلته مرة أخرى لكن هل أعتقد أنه سيترك المجال لداعش لتكون دولة مستقلة بين الحكومة العراقية وسوريا أو أن بغداد تريد أن ترى داعش تحتل بعض المناطق في العراق لا أعتقد هذا أبدا قوات الحجر الشعبي في العراق قالوا إنهم سوف يدخلون سوريا ليساعد الأسد لاستعادة سيطرته على البلد أعتقد أن هذه هي خطتهم لا أعتقد أنهم يريدون داعش على الإطلاق من المحتمل أن يكون سعيدا مثل ما ذكرتي باحتلال داعش لمناطق في شرقي سوريا لا أستطيع أن أقول أني متأكد من هذا لأنه لا يبدو كلام عقلني فهو لم يسمح لمثل هذه الأشياء في الماضي نعم لقد استخدم القاعدة وسمح للقاعدة بالذهاب ومحاربة الولايات المتحدة لأنه كان يعتقد أن الولايات المتحدة تشكل خطرا أكبر عليه من القاعدة وأن الولايات المتحدة سوف تأتي وتقلب نظامه في حال نجحت تجربتها في العراق هذا ما شعرت به إيران أيضا لذلك فعلوا ما بوسعهم لإفشال خطة الولايات المتحدة في العراق وهذا ارتد عليهم لذا ما نشهده اليوم هو خطأ كبير في الحسابات لكننا رأينا العديد من الدول تفعل الشيء ذاته مثل ما فعلته تركيا مع داعش والقاعدة وما فعلته الولايات المتحدة مع المقاتلين العرب في أفغانستان وخلقت القاعدة وطالبان الذين هاجموا برج التجار العالمي لقد كان خطأ غبي في الحسابات هناك الكثير من الحالات حيث تستخدم الدول الإسلام المتطرف مثل ما فعلته إسرائيل مع حماس ضد منظمة التحرير الفلسطينية يريدون أن يفرقوا أعداءهم حتى يستطيعوا احتلالهم لكن ينتهي بهم المطاف بخلق عدو لهم أتمنى أن تكون هذه آخر مرة نشهد بها هذه الأفعال لكن للأسف لم تكون كذلك كما قالت فلري سنرى هذا الشيء من الحكام المحليين يستخدمون القواعد الإسلامية ضد المعارضة الوطنية للأسف هذه هي طبيعة الدكتاتوريات والأنظمة الاستبدادية الذين يتبعون سياسة فرق تسد ضد أعدائهم حسنا الآن فترة أوباما الرئاسية انتهت تقريبا نريد أن أسمع أراءكم حول محصلة هذه السنوات الثمانية التي قضاها في الرئاسة بالنظر لما يحدث في الشرق الأوسط لقد سبق وسرح أن محاربة داعش أقل تكلفة من حرب العراق لكن بعضهم يلوم أوباما على توسع داعش اليوم ما هو تعليقك على هذا الموضوع فالري؟ أنا لست ضمن هذه المجموعة التي تلوم الرئيس أوباما على توسع داعش أعتقد أنه واضح جدا وأنا مؤمنة بشدة أن الإدارة الأمريكية ارتكبت العديد من الأخطاء في حساباتها مع عدة مجموعات من ضمنها داعش خاصة بطريقتها بالتعامل مع ما يحدث في سوريا والعديد من هذه الأخطاء أدى لهذه الأوضاع التي نعيشها اليوم لقد تحدثت سابقا عن أن العديد من المواضيع كانت خارج التاطية أعتقد أن تشبيه سوريا لأشياء مثل تسليح الأفغان خلال الحرب الباردة هو أمر غير منتج لأن سوريا حالة خاصة وسوف تفقد الكثير من خاصيتها إذا شملناها بهذه التعليمات الواسعة إن أقل شيء من حيث التكلفة في الشأن الرئيسي في تدخلنا الذي لا أعتقد أنه يجب أن يكون موجودا عند تعاملنا مع الأعراف الدولية مثل استخدام الكيموي وعدم استقرار المنطقة ومناطق أخرى أعتقد أنه كان هناك حجة قوية للتدخل في عام 2013 بشكل موجه ومحدود من دون إرسال قوات عسكرية على الأرض مثل ما لدينا الآن من حيث القوات الخاصة كان من الممكن أن تكون خطوة فعالة جدا خاصة أن النظام السوري حينها لم يكن قد حصل على هذا الدعم القوي من روسيا بعد كان هناك دعم إيراني لكن ليس على المستوى من التدخل العسكري في ذلك الوقت لو حصل هذا التدخل لما كنا عالقين الآن بحرب شبيهة بالحرب العالمية الثالثة كما أن الحكومة السورية كانت خائفة بشكل كبير لحظنا هذا من تحركاتها على الأرض عندما كانت خائفة أن تقوم الولايات المتحدة بضربها لاستخدام غاز السارين ضد المدنيين في ضواحي سوريا نعم سأترك التعليق عند هذا الحد ولكن ماذا عن الضحايا الذين شاهدناهم ليس فقط على مستوى الكارثة الإنسانية وغرق اللاجئين وغيرها ولكننا نشهد أيضا هجمات داعش في البلاد المتحدة وهذا شيء جديد وقد حدث وأثر على الأمريكيين داخل بلدهم أيضا صحيح صحيح هذا صحيح وأعتقد أن الأمريكيين يتألمون جدا للكارثة الإنسانية التي تحدث في سوريا والعراق وأفغانستان وأعتقد أنهم سوف يكونوا متألمين بشكل متساوي للقتل الذي يحدث في جنوب السودان الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى والعديد من الأماكن الأخرى التي تعاني من وضع مزري ومهدد بالانهيار لكني أعتقد أنهم يشعرون أيضا ببعض الضغط بسبب الصعوبات الموجودة ما أعنيه هو أن هناك سبعة مليارات شخص على سطح الكرة الأرضية والقليل منهم فقط يملكون قصصا سعيدة في العقود القليلة الماضية نحن نتحدث عن سياسات أوباما في شرق الأوسط هذا ما أريد سماعه منك بكل تأكيد أعتقد أن الرئيس أوباما قام بأفضل ما بوسعه لا أعتقد أن الولايات المتحدة كانت قادرة على إيجاد حل في سوريا لقد حاول إصلاح الوضع في العراق لكنه خلق حالة من الفوضى العارمة هناك حاول إصلاح الوضع في أفغانستان لكنه خلق فوضى كما حاول في ليبيا أيضا خلق فوضى على ما أعتقد أنه حاول إيجاد حل في اليمن عن طريق مساعدة السعوديين للتخلص من المتمردين الشيعة ولا أعتقد أن دوره كان مساعدا إنفقوا مئة ملايين الدولارات على تسليح السعودية لتضرب اليمن لا يساعد اليمن في الحقيقة ولا أعتقد أن أمريكا كانت قادرة على إصلاح الوضع في سوريا أيضا ومن هذا المنطلق في النهاية أعتقد أنه كلما كان إنفقوا المال على القوات الخارجية أقل في سوريا كلما كان قتل السوريين أقل أعرف أن هذه وجهة نظر تشاؤمية جدا حول القوى الأمريكية لكن الولايات المتحدة لم تثبت نجاحها في قضايا الشرق الأوسط في رأيي لا في الصراع العربي الإسرائيلي ولا غيره إذن هل تفضل أن تكون روسيا هي من يتحكم بمجريات الأمور وهي بلد يرأسها بشكل ديكتاتوري بوتين الذي يخترق القوانين الدولية وينتهي حقوق الإنسان في سوريا دون ذكر ما يفعله في روسيا كأمريكي هل هذا ما تدعو إلي؟ لا هذا ليس ما أدعو إلي إذن ما هو الحل الذي تخترحه للسياسات الخارجية؟ أن يقوم سوريون الليبراليون والديمقراطيون بأخذ السلطة ونشر الديمقراطية هل تعترف بأن هناك أناس معتدلين داخل سوريا يتظاهرون ويدعون للحرية والديمقراطية قاموا بالتظاهر ضد القمع الذي يقوم به بشار الأسد ونظامه الدكتاتوري؟ طبعا كان هناك كان؟ هل هم موجودون اليوم أيضا؟ يوجد الليبراليون ومعتدلون وديمقراطيون عبر كامد سوريا وأعتقد أنهم كثر لكن المشكلة أنهم لا يملكون القوة لقد تم تنحياتهم جانبا بشكل كبير وحتى يتم وصولهم إلى السلطة في سوريا هم بحاجة لتدخل خارجي رئيسي ليمكنهم من الوصول وتسلم السلطة وإعادة الاستقرار إلى سوريا إذن أنت تعترف بذلك ثم تريد للأسد البقاء في السلطة بطريقة لا أريد أن يبقى الأسد في السلطة لكني أعتقد أنه سوف يبقى في السلطة ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستفعل أي شيء لتغيير هذا لكنك لا تدعو الولايات المتحدة لقيام بأي فعل حول هذه الجرائم قد أدعو الولايات المتحدة أن تذهب لاحتلال سوريا وأن تسحب السلاح من الجميع لأني أعتقد أن هناك الكثير من العناصر السيئة داخل سوريا وأن تقوم قوة دولية بحكم سوريا لثلاثين أو أربعين سنة على أن يقوموا ببناء البلد على أساس تقاسم السلطة وكل هذه الأمور الجيدة تماما مثل ما حاولوا فعله في العراق وأفغانستان وهذا شيء قابل للتطبيق لكنه لن يحصل لأن الشعب الأمريكي بكل بساطة لن يصوت له أنا بكل صراحة لا أعتقد أن الشيء من هذا سوف يحصل لا أعتقد أن ترامب سوف يعمل على حصول هذه الأشياء ولا أعتقد أن الأشخاص المحيطين به سوف يطالبون بتنفيذها لذا ما أحاول القيام به هو التفكير بالشيء الأقل ضررا لسوريا من نواحي عديدة مقامة الولايات المتحدة والرئيس أوباما بفعله في سوريا من خلال تشجيع أصدقاء سوريا مثل السعودية وقطر وتركيا وغيرهم على تنظيم أنفسهم والعمل على تمويل الثوار داخل سوريا لم تساعد سوريا بشكل جيد بل على العكس زادت من اشتعال الأمور وجعلت الأمور أقربة للحرب الأهلية إذا كانت الولايات المتحدة تريد مساعدة سوريا حقا عليها أن تفعل واحد من أمرين إما أن لا تحرك ساكنا أبدا وأن تشجع الآخرين على فعل المثل وهذا بالطبع سوف يساعد الأسد على البقاء في السلطة أو أن تذهب مع قوة دولية ساحقة وأن تسحب السلاح من الجميع لكن تمويل الثوار بالطريقة التي قاموا بها بحيث كانت كافية لأن لا يخسروا لكنها غير كافية لفوزهم ساهمت في الحقيقة بقتل العديد من السوريين ولم تؤدي للفوز ولم تكن ناجحة ثم تصاعد دور الروسي بينما تراجعت الولايات المتحدة ومثلها المملكة السعودية وتركية وهذا أدى لخسارة الثوار على مدار ست سنوات من الوقت وهو ما أدى لمقتل عدد أكبر من السوريين ودمار سوريا بشكل أكبر بكثير لذا حتى نكون واقعيين بالنظر لما حدث في الماضي مع أن القيام بهذا غير منصف لأن أوباما ومعظم الأمريكيين اعتقدوا أن نظام الأسد سوف ينهار بشكل أسرع وأرادوا أن يكونوا في الجانب المشرق من التاريخ وأن يتخطوا كل ما حصل لذا كانوا يحاولون التقرب من المعارضة حتى يظهروا بشكل أفضل كما أنهم اعتقدوا أنه سيكون هناك سوريا جديدة مدعومة من قبلهم لكنهم لم يملكوا النية الحقيقية لتنفيذ كل هذا سوف انتهى وقتنا لليوم أريد أن أشكركم على موجودكم معنا وسنلتقي في المستقبل في حلقات أخرى بكل تأكيد اشتركوا في القناة